أستاذ محمد يتفضل السلام عليكم مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك يا مولانا دلوقتي ساعة الصيام ساعة الفجر من جرد من الواحد ما بيشرب من جرد من الأذان بيقول الله أكبر هل لو أنا شربت المية ولا مستنى ما يتشاهد يا مولانا لا ما فيش حاجة يسمعها دلوقتي يا جماعة الخير ربنا يبارك لكم ربنا يحفظكم ما فيش حاجة يسمعها لغاية ما يتشاهد لفظ A في الله أكبر ده معناه إن خلاص الوقت دخل إحنا مش بنسوم بالأذان الأذان ده علامة على دخول الوقت إحنا بنسوم بطلوع الفجر أول ما يطلع أول ما ييجي وقت الفجر يبقى خلاص يعني واحد مش موجود في مكان ما سمعش الأذان هيصوم إزاي هيصوم على التوقيت فبدل المؤذن قال الله وأكبر ده يعني أن وقت الصيام دخل مع لفظ A فلازم يمتنع الإنسان من الشرب الفكرة بقى لغاية التشاهد دي أنا أعدت أبحث عنها كتير هي جات منين بس هي فكرة لطيفة ليه بقى لأنه عايز يقولك أن التشاهد ده هو ركن الأذان إحنا بنأذن عشان ركن التشاهد يبقى الأذان مش هيبقى أذان غير لما نوصل للتشاهد كلام ده مش حقيقي الأذان علامة على دخول الوقت ولذلك أول ما يقول الله أكبر خلاص نمتنع وما ننتظرش إلى التشاهد كده واضح ولو سمحتم لازم الفكرة دي تزول عننا لأن الفكرة دي ممكن تؤثر على الصيام الناس ترجمة نانسي قنقر